موسيقى اهلا بكم الى موجز اخبار الان اكدت المملكة العربية السعودية على ثبات موقفها من الازمة السورية وطريقة حلها بموجب اعلان جينيف واحد وقرارات مجلس الامن الدولي مشددة على انه لا مكان لبشار الاسد في مستقبل سوريا وانفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية دقة ما نسبته بعض وسائل الاعلام لوزير الخارجية عادلات جبير جددت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات اجنبية هجماتها العسكرية على بلدة عين ترمى في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دماش عصمة يأتي الهجوم في عين ترمى على الرغم من اعلان قوات النظام وقف عملياتها العسكرية بعد الاتفاق الذي توصلت له المعارضة والروس بوساطة مصرية اوقفت الشرطة الفرنسية رجلا يحمل سكينا بينما كان يحاول اقتحام احدى نقاط المراقبة الامنية لبرجيفل في باريس من دون تسجيل اصابات واقر الشابة التحقيق معه انه كان على اتصال من شخص من تنظيم داعش شجعه على طعن جندي في المعلم السياحي الباريسي ذكرت وزارة الامن الداخلية الامريكية ان عدم وقوع اصابات في انفجار وقع داخل مسجد بولاية مينيسوتا لا يقلل من الطبيعة الخطيرة لهذا العمل واعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ان الانفجار نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع وان المحققين قاموا بجمع مكونات القنبلة لمعرفة كيف تم جمعها قتل مسلحون 12 مصليا بعد ان اقتحموا كنيسة كاثوليكية في بلدة جنوب شرق نيجيريا ووقع الهجوم في كنيسة سان فليب قرب مدينة اونيتشا على نهر النيجر فيما تجري الشرطة عمليات بحث للعثور على المسلح من جهتهم قال شهود ان عدد الضحايا قد يصل الى العشرين وان عدد المهاجمين لا يقل عن خمسة يسعى وزير الخارجي الامريكي ريكس تيلرسون الذي يبدأ في الفلبين يومين من المحادثات الدبلوماسية يسعى الى ممارسة مزيدا من الضغط على كوريا الشمالية بعد تبني مجلس الامن قرارا بفرض عقوبات جديدة عليها وسيكون تيلرسون للمرة الاولى في الغرفة ذاتها مع وزير خارجية كوريا الشمالية ريهونجيو الذي تحدى محاولة الولايات المتحدة بعزل بيونجين بحضوره المنتدى الاقليمي عرض او عرض مضحف اونتاريو الملكي في مدينة تورينتو الكندية قلب الحوت الازرق والذي يعد اكبر قلب على وجه الارض وانتزع القلب من حوت ازرق جرفته المياه الى شواطئ احد الانهار بعد نفوقه قبل نحو ثلاث سنوات ويعد الحوت الازرق اكبر حيوان في الارض ويمتلك قلبا ضخما للغاية قد يصل وزنه الى 580 كيلو جرام الى اللقاء